السلام عليكم مرحبا بكم كيف العذاب قناة ام جنات بيدي اليوم ان شاء الله تتم دي الفيديوهات سابقة غدي نوجدو ان شاء الله خمسة دي شكيلات دي اللوز بطريقة جد مبسطة وكذلك بخمسة دي النكهات مختلفة وخمسة دي شكيلات مختلفة غدي نبدو على بركاتي لا باول شكل وكيف ما قلت لكم راحنا قسمت العجينة دي اللوز الخمسة دي التقسيمات يعني غدي ندير خمسة دي الأشكال اول شكل غدي ناخد غدي ندير فيه معلقة صغيرة دي القرفة كذلك قريعة دي الروح دي الزهر هذه النكهة البلدية دي شكيلات دي اللوز اللي كناك ندير ومش حال هذي المهم غدي نضيف كذلك واحد شوية دي المزهر حيث هذي الشكل بغيتو يكون من السم كتر بزهر غدي ندامج هذ الخالط مزيان يعني ندخل هذك الإضافات اللي ضفت مزيان لي وغدي نكورو كذلك غدي نحتفظ به بالنسبة لشكل تاني غدي ندير فيه الروح دي البيستاج وكذلك معلقة صغيرة دي الجيل بيستاج من الاحسن يكون هذي الجيل كي يعطي لونزوين اللابات دينا وكذلك ما كي يجريش لك هذيك لابات مهم غدي نستمرو على هذي الطريقة ندخلوه المكونات مزيان في العجينة دي اللوز ودائما فيما كنخدمو شي نكها راك ضروري كنديرو لها بابيا شوفر هيزي او لاي مينيوم او لاي حاجة او لا بلاستيغ ردائي باج ما كاتنشوفش لنا ما كاتكرمش هذيك العجينة ديالوز نبقاو نضيفو الجيل ديال بيستاج حتى نحصلو على اللي اللي برينا مهم ردي ندوزو الى شكل الثالث وكذلك ردي ندير فيه الجيل بالنكهة ديال الفراولة او للفراز او لا اي اي نكهة عندكم كتضيفوها المهم بريت يجيوني شكل نضيف الشكيلات مختلفة في المنظر وكذلك في المدق نستمر وكذلك نزيد هذا العجل حتى نحصل على الشكيل أو اللون الذي تريد دائما نضيف بلاستيك غذائي بلاستيك غذائي و بالنسبة للشكيل الأخير غذي نضيف في الروح ديال الحامض وكذلك لجال ديال الحامض المهم بالنسبة للروح اللي كيكون سائل حضي ومعاه لحقاش كيكون مر أكتر يعني ما تضيفوش بزاف ونتو ما كتضيفو نضوقو شوية باش ما يتمرش لنا العجينة ديال الوج نستمرو على هالطريقة وحنا ندخلو مزيان لإضافات اللي ضفنا العجين ومع ذلك كيف ما كل مره را كندوق شوية باش نشوف واش حصلت على المضاق أو لالنكهة اللي بغيت في الآخر بالنسبة لنا كهاش را كتبقى اختيارية لكل سهيدة وكل متوفر عدنا في المنزل المهم بالنسبة للشكل الأول را غدي نديرو كويرات ودائما العجين را أنا اقدرتو يومين قبل وخليتو في تلاجا قدر ما ارتاح العجين ديال الوز قدر ما كيكون مزيان المهم أنا غدي ندوزو في الماكينة ديال الشباكية غدي ندوزو في السبعة وفي النمراء الأخرى را هالماكينات كيختلفوا كيختلفوا النوامر المهم دائما العجين تكون رقيقة عدنا ما تكون شغليظة باش ما تجيش ليكم العجينة كتر من اللوز غدي نكورها والمهم أنا شكيلات را على حسب الطوابع اللي عندي على حسب الاختيار ديالي مهم كيبقوا شكيلات الطوابع عند أي سيدة را كنخدموا بيهم شكيلات ديال الوز المرشم اللي كنا ناخدو اللي كرشمو بها ديال الحلوة كنا ناخدو سننا مفرقة على سننا وحدة فرقة على وحدة باش جيكم الرشماء زوينة ومحدق اشتركوا في القناة بالنسبة للشكيل الثاني نكهاء أخرى تهيدرنا لها كويرات ولبسناها العجينة اللي دائما تكون رقيقة غدي نضغطو على الوسط وكن بدون نقشو جناب نقشة مديكاليام ع نقشة آخرى واحدة الفوق واحدة التحت ودائما بالمرشم اللي سنينات ديالو مختلفين يعني سنينات ما كيشوفوش ببعضهم كيف ما لحتو غدي نستمرو على هالطريقة وبالنسبة لهذا الشكيل كنعمروه الوسط باش ما بغيتو يال فواكه المعسلة او للوز او للوز ايفيلي يعني كيبقى الاختيار ديالكل سيداو الموجود عند كل سيداو في البيت اولا من الاحسن نختارو المرشم اللي سنيناتو كيكونو مقادل ورقيوكين يعني صغورين سنينات باش كيجي الرشماء مقادل وشكل الرابع الساقية الغنية يعني التعريف غير هاد المرارة انا درت ساقية بالبيستاج المهم دائما كيلبسوها الزنجلان الابيض ودائما كيكون منقي وكيلي كيحمرو كيلي ما كيحمروش المهم انا يا كنستعملو ما محمرش لحقاش را كندخلوه للفران واحد شوية المهم كنديرو البودان ديالنا والبودان كيبقا على حسب الاختيار ديال السيدا كيلي كيديرو غليد كيلي كيديرو ارقيق المهم انا درتوو شوية غليد وكنديرو لي الحفيرة ديالو الوسط المهم على هاد طريقة وشكل الخامس والاخير انا يلبسو في هاد المول ديال السيليكون المهم نيكا نبغيو نضغطو على العجينة ديالليود في هاد المول ضروري كنديرو اصباع ديالنا كيلبسو شوية ديال البلاستيك او البلاستيك شوفي غيزي باش ما يكتلسقش لينا هادك العجين هكا سلينا شكيلات كاملين درتهم فلاطة وخليتهم واحد الليلة كاملة حتى تنشف لي نقدروا هادوك البودا وشكيل اللي درنا في السيليكون نطيبو هادك الساعة شكيلات اللي كي يكونوا ملبسين بالعجينة هي هما اللي كنخليوهم ضروري ينشفوا واحد ليلة كاملة او لا كنعرضوهم الشمش ساعتين بحل ما هكا تكون شمش حارة باش تنشف لينا المهم غادين نفزقهم مزيان او لا غادين ندهنهم مزيان بالزبدة لديبة قدر ما دهناهم بالزبدة حسن المهم ما كنتقوهم شيعني ما غادينش نتقوهم لحقاش ديجا هما مرشومين غادين ندخلوهم الفران شوية الفوق من بواحد عشرة ديالتقيق وغادين نخرجوهم كان هدا هو شكيلات نهائيين ديال الحلوة ديالنا نتمنى الوصفة ديال اليوم بتنال الاعجاب ديالكم نتمنى الشكيلات يكونوا واضحين وكيف ما قلت لكم في الاول شكيلات كيبقاوا على حساب الاختيار ديال كل سيدة وعلى حساب المراشم اللي عند كل سيدة بالنسبة البودان عمرتو بشوية ديال البيستاج وشوية ديال القرقاع مع السليم ودرت فوقهم هدوك الوريضات المهم كان كيف ما قلت لكم هدا هو الشكل النهائي الى اللقاء الوصفة اخرى ان شاء الله ما تنسوش لي لايك لي partage لي كومنتر اشتركوا في القناة